دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين التكتل إلى دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر واقترحت مسؤولة المفوضية الأوروبية أن تتخذ قمة الزعماء الأوروبيين المرتقبة قرارا هذا الأسبوع ببدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا بمجرد استيفائها للشروط الأربع المعلقة التي تم تحديدها سابقا لتعزيز آمال كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن يحدث ذلك شهر مارس وتأتي تصريحات فوندرلاين في وقت أبدت المجر معارضتها منح أوكرانيا المزيد من المساعدات المالية حيث هددت باستخدام حق النقض ضد خطط دفع مساع كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نعلم جميعا أن فشل بوتين لن يترجم تلقائيا إلى انتصار أوكرانيا ومع استمرار الحرب يجب علينا نثبت ما يعنيه دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر أوكرانيا لا تقاتل فقط إننا نواجه الغزاة ولكن بنسبة لأوروبا فإن الانضمام إلى عائلتنا سيكون النصر النهائي لأوكرانيا ولهذا لدينا دور حاسم نلعبه